ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني مشاهدينا الحلوين في المسابقة التانية معنا ومتصبقتنا الجميلة أستاذة إيمان خطاب صاحبة براند نيوز أورجانيك كاندلز طبعا البراند دي أنا تكلمت عنها قبل كده ومن أكتر الحاجات القريبة لقلبي ومن أكتر الحاجات اللي عجبتني والكواليتي بتاعتها عالية جدا 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 شاهدت فيها مجروحة مش هقدر أتكلم عنها هسيبها هي تعرفنا بنفسها وتتكلم عن البراند بتاعتها سيد خير يا إيمان عاملة إيه؟ الحمد لله اتشرفت بيكم دكتورة لمياء أستاذة إيمان خطاب عاملة براند رائعة هي أصلا رائعة تخيالي بقى الجمال ده كله والأناقة دي كلها ما تعمل براند لازم تطلع أحلى براند في العالم بك استعرفي أنا لما بقيت بفرج على حكتك كان نفسي برضو أشجعك أنك تعملي بارفوم ما هو موجود؟ لا إنت ما أولتيش ده مفاجأة بقى أيها البرفوم ده بقى لإني أنت يليق عليك حاجة زي كده بس زيادة البرفوم هتبقى بالنسبة لك أكتر قدام شهرات هي أورادي من فترة كبيرة كتشغال عليه وكتأكيالي الموضوع ده إن إحنا تقابلنا قبل كده في لقاء فكانت عندها حاجات رائعة ومسافة قصيرة يا دكتور أنا بكلمك في شهر ما شاء الله ما شاء الله طلع بحاجات متطورة أكتر فإيمان كلمين عن إيمان وعن البراند بتاعت إيمان وبتطمحي لإيه؟ تمام أنا إيمان خطاب المؤسسة بتاعت براند ميوز أورجانيك كاندلز أمل يعني إن شاء الله بإذن الله إن البراند دي تكون يعني براند عالمية ونكون بنفس البراندات العالمية اللي إحنا بنقاطعها معلش أنت معديها ومع فعلا أمانة لازم بتحاسب عليها في كلامي أنت البراند بتاعتك معدية اللي إحنا كلنا عارفينها الريحة بتاعت الشمع بتاعتك نفازة جدا السبات بتاعتها بيبقى ثابت في المكان لمدة طويلة جدا جدا تعدي الست ساعات تقريبا المعطرات بتاعته مفروشات خطيرة الفواحات أخطر أنا لكده اللي بتكلم لو سمحت أجيش مشكلة خالص هو إحنا البراند بتاعي الأول اللي ابتديت في صناعات الشموى المعطرة بس أنا لما بيجي أصنع بقى الشموى معطرة واخد قانسب تاني خالص اليو جولي اللي إحنا ممعتدين عليه أن الشمعة تبقى فانيلا بس لفندر بس لمون الحاجات اللي هي التقليدية ولا يتقوي بتقريباتها خفيفة ممكن تبقى موجودة في أي حد يعني أي براند يقدر إنه هو ينفذها مفيش مشكلة فمفيش حاجة مختلفة اللي أنا بعمله إن أنا بعمل التركيبات بتاعتي أنا يعني مثلا أنا بستخدم أنواع العطور فيه أنواع ورود وحاجات أخشاب عربي فيه توابل فيه مختلف أنواع العطور إحنا بستخدم مثلا الزعفران إحنا بنقول إن البراند بتاعك من ألف للياء زي ما بيقول إنه هو عندك أنت ملوش علاقة بأي منتج خارجي بتستعمليه خالص فأصبحنا بننتج منتج يخصينا من الألف للياء بتركيبتها بكل حاجة بتركيبته بكل حاجة أنا عاملة وردت دراسة على كل حاجة من الألف إلى الياء في إنتاج المنتج ده التصنيع برضو طبعا بيبقى فيه دراسة كاملة على التصنيع مش مجرد إن أنا بحط شمع مع عطور مع الفتيل وفي كوباية وخلاص ده موجود في كل مكان لأ أنا بالنسبة لي كل شمع لها البرسناليتي بتاعتها وده السبب لتمييزك وإنه فارق عن أي حاجة ومتخطي المنتج المستورد في الجودة إيمان كنت عايزة أسألك سؤال أنت لما عملت الشغل ده هل أنت انفردت أن أنت هتشتغلي على مستوى معين ولا أنت خطبت كل الفئات لأ خطبت كل الفئات لأنه أراد الشموع اللي بتتباع حاليا في المحلات العالمية أسعارها عالية جدا مش متناول الناس بسعني جديد أسعار قليباني بالضبط كده بسعني فطبعا أنا بخاطب الناس كليني أنه كل الناس محتاج أن يتغيح أعصابها صحيح تهتم بجمال بيتها وبالروحها النفسية اللي في البيت مهم من حق كل واحد أن هو يشتري الحاجة وتبقى صحية لأن فيه أنواع شموع بتستخدم يعني بيبقى فيها مثلا مستخلصة من البترول فذي بتبقى مضربة بالصحة في التصنيع أخدت شهاداتك وأخدت كل تصريحات أنا أخدت كده كده في أونلاين كورسز بخدها واحضرت ووركشوب لا لا أمش لا أي منتج عشان نطلع برة بيبقى معنا تصريح خاصة بأن المنتج ده صالح صحيا بأن المنتج ده يحقله الخروج برة مصر لأن أكيد أنت دلوقتي في السوق اللي هو السوق المحلي فأنت عشان تطلع السوق الخارجي وده اللي احنا بنستهدف فيه دلوقتي في البرنامج بسر إن احنا حنطلع على المغرب علشان عندنا مشاريع وعشان المشاريع بقى هناك تقدر تستصمري بردو تفتح لنفسك سوق في البلد خارجية وخصوصا إن البلد في المغرب مش المغرب بس الحيبة متوجدة تبقى دولة كتيرة موجودة فأنت كده بتستهدفي نفسك إنك تخرجي خروج تاني غير مصر إيه الموافقات وإيه الورق اللي عندك وإيه الدنيا مشت معك أنا أورادي كده كده بفالو البروتوكول أو الخاصيات كلها اللي تقدر إن أنا أشتغل بيها كمنتج عالمي يعني فيه أورادي كده كده ستاندرد معينة عالمية أنا شغلة بيها سواء أنا لو كنت بشتغل محلي أو حبتدي إن أنا أصدر بر ده كان أهم حاجة بالنسبة لي بصدرتش مريكي دايما لا ما صدرتش بس صدرت بطريقة مختلفة شوي يعني أنا بيجي لي عملة أفراد بيجي لي كلاينتز كتير جدا الحمد لله من طبعا أخوتنا من السعودية ومن الإمارات ومن الكويت دول أكتر طبعا عملت عمليات خاصة اللي هو بيزنس العادي بتاعنا لو شخصي جيت له بكمية فأخودها منه هم رجعين بيبقوا عايزين ياخدوا سوفينيرز من مصد يعني لأصحابهم للعائلة فبياخدوا ما شاء الله بالكميات مني بس أعتقد الدكتور هنا كان أصدها أصد حضرتك يا دكتور إن حد ياخد كمية يوزعها في مكان صحيح؟ ما هي حتتطر إن هي طبعا أنا أنت بتشتغلي مصنعة ولا شغالة بروديكت مع نفسك هو بروديكت خاص بيا أنا اللي شغالة فيه كل حاجة هان مید بحيث أن أحافظ على عملا لنفسك يعني مكان في البيت أه 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 أنا دي شركة أرادي كده كده مسجلة آنو السجل تجاري وتجاري بذلك كل حاجة وده هنتلف منك في الورق الرسمي وأنت بسفرة بذلك ده مفروغ منه بس أنا بتكلم خط الإنتاج بتاعك بتعمل إزاي؟ خط الإنتاج بيبتذي بأن أنا طبعا ببتدين أنا أجهز الكونتينرز وطبعا الأنواع الفتاية لأن كل كوباية بيبقى محتاجة مثلا النوع في طيل سمك معين بتشغلش غالدة فين عندي أورادي كده كده الورشة زي الورشة كده يا دكتور بس ورشة بالزبط كده وطبعا واخدأ الأوراق بتاعتها مرخصة واخدأ استجلتها جاري بطاقة ضربية بالمكان بالزبط كده بشتغل الخط الانتاج بيبتدين أنا أورادي بدرس الكولكشن يعني أنا ما بعتمدش على الكمية أكتر من الكواليتي يعني أنا بقونيش دايما أن كل كولكشن يبقى منفرد بنفسه ما بيتعادش بس خد يبالك أنت هتطلعي على مؤتمر المؤتمر اللي أنت هتطلعيه ده على معرض المعرض ممكن يجيلك في خلاله ثلاث سيام اللي أنت عرضها البرودكت بتاعك هتجيلك طلبيات هتجيلك طلبيات عندك إبطانيات التجهيز أنا عندي تخشي على طلبيات كبيرة منذ غيرها أكيد لأن في كذا دولة موجودة وإحنا بنيت في المغرب بيستهدف رقم واحد دلوقتي في الاستثمار فأكيد أنا متأكدة أنك هتطلعي في شغري في المغرب نفسها كثير جدا بإذن الله بس أنت بالنسبة لك عدك إبطانيات أنت توفي كل الطلبيات دي بدليل أن المعلومات دي كتوصلها لها وحبت أنها تشارك معا عايزة أستأزينك في حاجة ممكن تشرح لنا جزء من الشغل بتاعك عشان برضو وإحنا البرنامج بيتزعل فكرة في كذا أنا أكيد أكيد أميرة شطرة جميلة مزيعة عارفة إنجلسة أحنا هنشاور هنا ده أورادي ده اللي في الباطلز دي ده المعترات بتاعت المفروشات دي تقدر تستخدميها على السجاد وعلى الستير وعلى المراتب بعد ما تتنظف وتتعقم وعلى الملايات وعلى الدفات كوفرز أو البطاطين الكوفرتات الحاجات دي كلها وبعد كده في الصف الأول خالص في البوكسز بتاعت ده الواكس ملت اللي هي المقعبات دي اللي هما صغيرين دي لو الكاميرا بس يا جماعة يعملوا وزوموا عليها عشان تبقى باينها للمشاهدين بعد إذنكم الدين في العلب المشطيلة العلب الصغيرة اللي قدامها علا الشاشة دي اللي هما أول 3 دول حبيب دي عليها كانسر وبايسيز وفيرغو دي الواكس ملت دي الواكس ملت دي الواكس ملت دي ارد فيه فرايات كبيرة جدا من أنواع وفيه الكلكشن بتاع الأبروك انا بوقونيشت جامد جدا وانه المين كلكشنز بتاعتي وفيري طيب سيكرت هي الأبروك انا عامل عليها دراسة كاملة لمدة سنة قبل ما ابتدي أنا مأيدك بس الكلام ده هيبقى بيني وبينك في المكتب عندي أنا أعلانك الدكتور هتكلمين في الموضوع ده أنا حتاج إن إحنا نفتح مع بعض طبيعي شغل بس عيني في المكتب أنا عايزة بس أستأذينك على عجالة البرفيوم هتلاقيني متركزة عليه أهو هو المعطر ولا البرفيوم ده الكلكشن الجديد ده البادي مست هو حاجة ما بين البرفيوم وما بين البادي سبلاش لنسبة التركيز بتاعته سبت جامد قوي مفروض إنه هو في المرحلة التصنيع حيبقى أول ظهور ليه إن شاء الله عندنا في المرتقة إن شاء الله لعنه كده لأنه يبقى الواخدين حيصري حيصري يبقى حيصري أول ظهور يبقى حيصري حيصري في المرتقة إن شاء الله يأتي معانا بإذن الله إن شاء الله لإن كل المنتجات بتاعتك من الحاجات المطلوبة في بلدي وأنا بعتزن المنتج المصري بيوصل لقيمة دي وأحنا المغرب ومصر بلد واحد إيمان حستنكي عندي في المكتب أنا بقولها علاوة سعيدة جدا بإن أنا شفتك ومبسوطة جدا إن أنت سيدة مصرية بترقيب رقية عالي جدا إنك توصلي لمراتب من المراتب العالمية وإن شاء الله أشوفك على من إلي صعب كمان فعلا شغل يقدر وشغل جميل وخصوصا ملاحظة أخيرة قبل مقفل أنا وبعدين أميرة تتكلم أنا اللي هجبني فيك التنصيق والزوء العالي عشان أنا ببعشق الحاجات دي وأكيد أي سيدة أي سيدة بتحب الزوء العالي الست دي مرتبة أولى بصوا على التنصيق الديزاينات دي كلها أنا الأئمة بي عالي جدا أنا اللي أورادي كده كده بعمل بتاعت كل حاجة ما بعتمدش أن أنا أنا قبل ما تطلعها أشتري مني كل حاجة أدى مني أي حاجة خالق أنا أنا أخد مني كل ده طيب أنا محتاجة أني الفقرة بتاعتنا وإيمان أنا مبسوطة بك قوي بشكرك شرفتيني ونورتيني وفخورة بوجودك معايا وشرفتيني قدام دكتورة لمياء عبدالله وأنا واسقة أنك كنت يا شرفيني بس في جد أنا فخورة بوجودك فخورة بشغلك الرائع بتنصيفك لشغلك بتاعت نقطك وشاكتك وإنتي بتتكلمي عن شغلك بذكة برافو عليك يا إيمان ومبروك عليك اللي جاي إن شاء الله وبتمنى لك التوفيق من قلن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مشاهدين يا الكرام هنطلع فاصل صغير بس قبل ما نروح الفاصل بتاعنا خلينا نرسل تحية لأهل المغرب ودكتورتي الحبيبة دكتورة سناء الورياشي اللي هتدينا معلومات قيمة قوي اسمعوا الفيديو اللي جاي كويس وتعلموا منه خلونا نتلعدي اتفاقية أجدير هي اتفاقية تجارية عربية تم التوقيع عليها في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية سنة 2004 تنفيذا لإعلان أجدير وأجدير للإشارة هي مدينة مغربية سياحية تنفيذا لإعلان أجدير الذي وقعت عليه الأطراف الأربعة الدول المتوسطية الأربعة المغرب ومصر والأردن وتونس ما هو هدف اتفاقية أجدير؟ هدف الرئيسي هو إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري ما بين هذه الدول على المدى القريب وعلى المدى المتوسط هو التيسير أو تيسير الطريق لإنشاء سوق عربية مشارقة وتحقيق تكامل اقتصادي ما بين الدول العربية وهذا هو هدف الملتقى العربي الاقتصادي الذي تنظمه الرابط المغربية المصرية على مدى ثلاث سنوات في مصر وهذه السنة على أرض المملكة المغربية كما أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرة هذه الدول التصديرية والوصول إلى السوق الأوروبية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية والأجنبية العالمية فيما يتعلق بالتبادل التجاري ما بين المغرب ومصر فتترأس مصر قائمة الشرقاء التجاريين للمغرب من القارة الإفريقية لسنة ٢٠٢٢٢ حيث بلغت نسبة التبادل التجاري ما بين الدولتين الشقيقتين حوالي 758.7 مليون دولار في حين بلغت نسبة الصادرات حوالي 711 مليون دولار صادرات مصر إلى المغرب هناك مجموعة من السلع المعفاة من الجمالك السلع المصرية مثلاً سلع المواد الغذائية المختلفة المنتجات الحديد والصلب والألمنيوم والنباتات العطرية والطبية الأجهزة الكهربائية الإلكترونية وغيرها الكثير من السلع التي إن شاء الله خلال الملتقى سيكون للمشاركين فرصة للتعرف أكثر على هذه السلع فقط قبل الختام أريد أن أبشر أستاذ غادة صاحبة مشروع الأثاث المنزلي بأن هناك مشروع إنشاء مركزين تسويقيين في المغرب للأثاث المصري خصوصاً الضمياطي والتقليدي واليدوي أتمنى التوفيق والنجاح للمتصابقين وأتمنى لهم حظاً وفقاً وإن شاء الله مزيد من التشريف لبلدهم وفتح أفاق التصدير خلال الملتقى الاقتصادي الرابع للرابطة المغربية المصرية اشتركوا في القناة